أنت من المجلس إدارة مجارك الطيب مدير مجلس إدارة مجارك الطيب مدير مجلس إدارة مرة واحدة الله ياربع قدرك طيب صلوا على رسول الله نحن نروح المندر وناخذ علومة واخبارة لكن نريد أن نذكر في تصويت لفارس النسخة وكذلك الجمهور باركود أسفر الشاشة وكذلك نذكر بوقف اليتيم الثاني لجمعية البر الخيرية بالجديدة الجمعية وصلت معي الآن في الواتساب يقولون الله يبي يضوجيكم لأن التبرعات جالسة أكثر بركة حضور ضيوفنا وبركة ضيابة عبدالواحد العريج وضيوفه اليوم المشرفين ومكرميننا أهل الخير قريبين الآن لهذا المبنى الاستثماري عطنا الفيديو المبنى الاستثماري مخرج خلوا ضيوفنا يشوفونا خلوا الشباب يشوفونا خلوا الجمهور يشوفونا يعرفون بأن أموالهم الآن اللي تنفق يروحوا البر كود ويتصدقون ويتبرعون ولليتيم اللي فقد والدة تحت سن 15 سنة هذه الصدقة ستكون لكم في الدنيا بركة ووقاية وخير وانا ما في المال هذه الأرض الآن بين أيديكم قدام عيونكم تشوفونها الأرض العمال وشركة مقاولات بدأوا الآن يشتغلون فيها قوموا تعاونوا ما ذلوا ترى الجمعية يقولون بأن تبرعاتكم البارح ما جاء أحد دفع نصف مليون الحالة لا ثلاثمية من هنا ومية من هنا وخمسين من هنا لين جمعت نصف مليون ريال في النبي مثل موقفكم البارح يتكرر اليوم في هذا المبنى حتى يكتمل ويكون في ميزان حسناتكم وتذكروا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما تبنوا آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية تمن صدقة تمشي لكم مثل وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى وقتنا الحالي والحسنات تمشي لعثمان فعثمان قدوة والصحابة قدوات وقبله محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا نحبها نقول نبي الحب يكون فعل لا نبي قول فقط نبي قول وفعل فالمبنى شفناه مالنا عذور اليتيم يحتاجنا وانت تفرج الكربة عنه يفرج الله كربك في الدنيا والآخرة نبار كدس في الشاشة والفزعة هالفزعة والوكفة هالوكفة في الخير لكم ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر أنت تقدم نفسك خير ترى بيجي عند الله خير وأعظم أجر لك فالمبادرة الآن اخواني وخواتي خلونا نفرح بنهاية الحلقة بأن المبنى الاستثماري ووقف اليتيم الثاني جمعية البرن الخيرية الجديدة وصلنا معكم اليوم مو بنص مليون مثل البالح مع الجمهورنا الكريم نبغى أكثر من نص مليون بتكاتفنا مع بعضنا طيب أبو رحب البندر وبسأل عن البرن